اهلا بحضراتكم عاملين ايه? النهاردة هنحضر مع بعض وجبات متنوعة للغداء ومحسوبة السعرات هنحضر وجبات النهاردة على طريقة المطاعم كان هدفي في القناة اول ما عملتها ان انا اقدم لكم وجبات واصناف متعددة من الاكل ترضي زوقكم وفي نفس الوقت تحسسكم ان انتم مش عاملين ضايت ممل او اكل عينين فكان هدفي في القناة ان انا اعمل لكم كل انواع الاكل ولكن بطريقة صحية علشان كده وجباتي هي اه لاسلوب حياة صحي وكمان لانزال الوزن وده هيكون بالطريقة اللي انا هشرحها اثناء ما انا بحضر معاكم الوجبات اه دي الوجبات دي بتاخد مني في التحضير اكتر مثلا من 3 او 4 ايام وبعد الحلقات بتاخد اسبوع علشان اقدر اعمل لكم في الحلقة الوحدة مرجع لاصناف متعددة علشان كده استحق منكم لايك يلا بينا وجبة الغداء الاولى هتكون كفتة الدجاج مع اه رز بالخضار وصلطة الزبادي اول حاجة هنحضر مع بعض الرز مبدئيا علشان نقدر نستخدم الرز لازم ننقعه اكبر وقت في المية علشان ننزل منه نسبة النشا ممكن ننقعه من بالليل وممكن تستخدمه الرز البني بس انا عملت الطريقة دي عشان الاغلب عنده الرز الابيض هستخدم نصف كيلو من كفتة الدجاج حطيت عليها بابريكا وحطيت عليها بيكينج بودر وحطيت اتوم البودر وحطيت كمون وفلفل اسود واستخدمت الملح بتاعي كان ملح الهيمالاية حطيت رشة بسيطة هنعجن المكونات دي مع بعض كويس جدا ولازم ان احنا يعني ناخد وقت في العجن بتاع العجنت الكفتة علشان تبقى متماسكة معانا اه تقدروا بقى تصبعوها من غير على فكرة الاسياخ الخشب تصبعوها زي ما انتوا عاوزين انا صبعتها بطريقة الاسياخ الخشب كانت عندي حطيتها على صنية وفي الصنية لازم نحط شوية مية علشان نحافظ على تراوية الكفتة ما تطلعش نشفة معانا وعلشان ما تطلعش نشفة معانا كمان هحضر سوس ليها عبارة عن معلقة من زيت الزتون وضفت عليها اللمون دي هندهن بيها الكفتة قبل ما ندخلها الفرن وكمان اسناء يعني التسوية بتاعت الكفتة هنطلعها كل شوية وندهنها دهنة وندخلها داني لغاية لما الخليط اللي احنا عاملينه ده يخلص كل ما بنعمل الحركة دي هتطلع الكفتة بتاعتنا بتلمع وحتطلع كمان طعمها طري وما تكونش نشفة والطعم بالضبط هيدينا طعم الكفتة المشوية نفس الوقت اللي انا حطها في الكفتة في الفرن هحضر الرز ما بياخدش وقت هحط معلقة من زيت الزتون ونص بصلة مقطعة قطعة صغيرة هقلبها تقليبة بسيطة وبعدين هضيف عليها فص توم واحد مفروم طعم التوم مش هيبان ولكن بيدي نكهة للرز خطيرة جدا هضيف البهارات بتاعتي اللي هي هتكون عبارة عن الفلفل آآ الاسود ورشة من الملح ورشة من الكمون ورشة من كمان آآ حطيت الزعتر بيدي نكهة جميلة جدا وحطيت التوم البودر وطبعا المكون الاساسي هيكون الكركم اللي هيدينا اللون الاصفر هقلب طبعا المجموعة البهارات تقدروا تحطوا البهارات اللي تعجبكم يعني اهم مكونين في البهارات هتكون الكركم ونسيت اقولكم الكاري اهم اتنين حطيتهم هما الكركم والكاري وبقيت البهارات الموجودة عندكم تقدروا ان انتم تحطوها بعد ما صفين الرز كويس من المية وطبعا الرز زي ما قلنا ان احنا نقعناه فترة كبيرة جدا انا لغاية لما تأكد ان مية الغسيل بقت شفافة تماما يعني مفيش اي نسبة آآ آآ نشا قلبت الرز كويس جدا مع البهارات بعدين ضفت شوية من الخضار المجمد كان عبارة عن ايه الخضار كان عبارة عن بسلة وجزر والدراء الحلوة آآ ممكن تستخدمه بسلة لوحدها عادي آآ ده طبعا بيدي آآ يعني شكل للرز فظيع جدا مقدار الرز هنحط قصاده مقدار مية مرة مرتين يعني لو هستخدم كباية رز هستخدم معاها كبايتين من المية هحضر صلطة الزبادي عبارة عن معلقتين من الزبادي وعبارة عن نص خياراية آآ مبشورة وطبعا الكمية انتم بتزودوها حسب الافراض اللي عندكم يعني لو عاوزين تزودوا الكمية مفيش اي مشكلة بتعتبر قليل يعني او في الصعرات الحرارية وصلطة الزبادي بالخيار دي انا ما بضفلهاش بقى اي بهارات اللي حابب يضفلها برضو براحته عادي لكن انا بحاول ان انا خليها كده بيور علشان يعني تمشي مع الكفتة ومتعملش حرقان على الصدر او آآ يعني ترطب على صدركم لما انتم تيجوا تاكلوا الكفتة وكمان حلوة للمعدة في طبق التحضير كده عندي طبق صغير جدا بياخد حوالي من خمس لست معالق الرز حطيت فيه الرز بتاعي علشان بس يبقى شكله حلو وحطيت اسياخ الكفتة وتقدروا تستخدمه من سخين لتلاتة انا بيكفيني في الوجبة اتنين لكن لو انتم شايفين انه مش هتشبعكم وتقدروا تزوده كمان سيخ وحطيت معايا صلطة ازدبادي وزي انت الطبق كده بشوية ورشة من البقدونس وحطيت فرع النعناية على الرز بدي لها كده حلوة كده واجبة الكفتة الدجاج بقت جاهزة معانا اعتقد الطبق ده شهي جدا مش محتاجين ان احنا ناكل آآ اكتر من نسبة الرز اللي عندنا دي هي يعني مشبعة جدا علشان كده بنصحكم ان انتم اول ما تبقى تبدأوا في الاكل تبدأوا بالكفتة والزبادي وتختموا بالرز الوجبة التانية وهي تمشي وجبة كيتو شوية هي آآ محشي الفلفل بكفتة اللحمة مع الخضار استخدمت برضو نصف كيلو من اللحمة وانا بعمل كمية لحمة علشان انا عندي عدد كبير فلكن في تحضير الطبق بعمله الفارد واحد هضيف عليه بقدونس آآ مقطع قطع صغيرة جدا هضيف معلقة من زيت الزتون وملح الهيمالوية هضيف الفلفل الاسود والتوم البودر والببريكة وزي ما قلت البهارات اختيارية حسب المتاحة عندكم هاجنها مع بعض كويس جدا وحضر آآ الفلفل آآ الفلفل بتاعي ده الفارد واحد آآ هعمل بقى الكفتة بتاعتي على هيئة كرات كده صغيرة هحطها من قلب آآ الفلفل زي ما انتم شايفين بس هحضر لها صوص طماطم هحط معلقة من زيت الزتون وهحط طماطمية واحدة آآ دربوها في الكبة وهحط معلقة من السلسة وشوية بهارات متنوعة عبارة عن فلفل السود وتوم وزعتر وببريكة من غير ملح حتى معلقة السلسة اللي انا استخدمتها كدت بدون ملح حطيت قرن فلفل كده يديني آآ ناكهة السبايسي بس مش هيديه انا حرقة وهحطهم على النار لمدة حوالي اربع دقايق وارجحهم تاني اغطي بهم الكفتة من فوق انا ما عملتش كمية كبيرة لان انا بس عايزة اغطي الكفتة تدينا بس آآ تراوة للكفتة وتدينا طعم حلو جدا هدخلها بقى على الفرن بعد ما اغطيها بالفويل لمدة آآ حوالي آآ عشرين دقيقة في نفس التوقيت في طبق هحضر الخضار السوتي علشان نفس التسوية تكون مع بعض آآ في الفرن هحضر بقى آآ عبارة عن آآ فاصولية والفلفل الالوان والجزر برضو تقدروا تستخدموا الخضار المتاح عندكم مش لازم تتأييدوا بالخضار اللي انا بحطه لكم هحط عليها شوية من البهارات بتاعتي اللي انتوا عارفينها البابريكة توم بودر وزعتر وبرضو بدون اضافة ملح هحط السوس عبارة عن زيت الزيتون مع الليمون هرشهم بقى عليهم وقلبهم كويس جدا وفصنية عليها ورقة زبدة هحط الخضار تقدروا تلفوها لو ما عندكمش ورقة الزبدة بالفويل وتقفلوا عليها الفويل وتحطوها برضو في الفرن خلاص بعد ما الكفتة استويت معنا بطلحها وبرش بس عليها اللي هي بقى المرحلة الاخيرة هرش رشة من الجبنة المتزرلة رشة بسيطة جدا وبنزلها تحت الشوية لغاية بس ما الجبنة تسيح وتدينا لون حلو يعني بس منحمر الوش بس يعني في المرحلة دي منحمر الوش بس من غير ما نكون مولعين الفرن وده شكلها بعد ما رجعتها من الشوية وفي طبق التحضير بتاعنا بقى هنحط قطعتين لو عاوزين تاكلوا التلات قطع انا عاملة الكفتة مع الفلفل على قد فرض واحد بس هنحط في طبق التقديم اتنين بس كافين جدا وبعدين هرص الخضار بتاعي نسبة النشويات في الطبق دوت هتكون عن طريق الفسولية وعن طريق الجزر شوية فلو الكيتو عايزين يستغنوا عن الجزر براحتهم لكن نسبة النشويات بتكون قليلة جدا فعلشان كده دي وجبة تعتبر له قرب هرش بقى عليها رشة كده من الشبط علشان اخلي شكلها حلو جدا انا بحب على فكرة الشبط مع الخضار بيدي طعم جميل جدا وده شكل الوجبة بعد ما خلصت الوجبة دي شهية جدا جدا طعمها خطير والله انتم مش هتتخيلوا الطعم حتى نسبة الجبنة المنزرلة زي ما فاهمتكم ان انا باشتريها اللوفات اولا سانية ان هي كمية صغيرة جدا يعني مش هيأثر خالص وزي ما انتم شايفين ان الوجبة دي ما فيهاش نسبة نشويات عالية يعني تاكلوا منها بامان وطبعا لازم بأكد عليكم على نسبة الدهون الصحية لان هي دي اللي هتحساسكم بالشبع ومهمة جدا في الوجبة الوجبة رجم تلاتة هتكون بقى السمك قلنا نغير شوية اللحمة والفراخ نعمل سمك الوجبة دي احنا اتخنقنا عليها في البيت لان انا عملتها لفرد واحد بس وبعد كده اتخنقنا من كتر الريحة الفضيعة اللي ملت البيت انا جبت البتنجان والبتنجال ده انا برضو بعملته كمية كبيرة علشان بيتحط في التلاجة وتقدروا تطلعوا منه جنب اي اكل اه جبت بتنجالتين لو هتستخدموها الفرد واحد تقدروا تعملوها بتنجانة واحدة اه اتعطاها بالسكينة بس من النص علشان خاطر التسوية وورقة فويل محطوط فيها ورقة زبدة علشان يعني ورقة الفويل ما يتكونش ضرر حطيتها على الفرن في طبق بقى اللي احنا بنحضر فيه الخضار بتاعنا حطيت اه جزر وحطيت بروكلي وحطيت بطاطس ولكن انا استخدمت بطاطساية واحدة علشان اخد منها نسبة النشويات الصحية فاستخدمت بطاطساية واحدة كانت صغيرة جدا يعني اقل من حجم اليد دي حاخد منها نسبة النشويات الصحية طبعا دي هتبقى سوتيفة ما مننهاش اي ضرر واستخدمت الفلفل الالوان حطيت البهرات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها مع زيت الزيتون واللمون وغطيت الخضار كويس جدا وفي طبق آآ متبطن بورقة الزبدة حطيت الخضار وغلفته بورقة الزبدة بعدين ورقة الفويل وحطيته على الفرن كده الاكلة بتاعتنا بتاعت السمك دي كلها هتكون في الفرن في وقت واحد آآ بحيث نخلصها كلها في وقت قليل وما تاخدش معانا يعني نخلصها ونحطها ونخلص اللي ورانا ونرجع نطلحها هنحضر بقى السمكة بتاعتنا انا جبت السمك الفلي ده جاهز زي ما هو هي يعني هحط له بقى البهرات بتاعتنا زي ما احنا متعودين المتاحة عندكم استخدمت رشة من الملح فلفل اسود توم بودر طبعا كمون علشان السمك يبقى لازم كمون واستخدمت بابريكا واستخدمت زعتر استخدمت بقى معلقة من اللمون وضفت عليها معلقة صغيرة من زيت الزتون غطيت بيها السمك وسبت حبة في في الطبقة علشان بعد ما حطها في الصينية احطهم من فوق الوش طبعا حطيتها في على ورقة الزبدة علشان ما تلزقشي خلي بالكم لان السمك لو حطتوها الصينية كده الواحد وممكن يلزق فلو ما عندكمش ورق الزبدة ممكن تحطوا مسلا تدهنوها برشة آآ زيت قليلة جدا حطيت بقى ارنين كده فلفل دول بيدوا يعني ريحة ونكهة وعلى الفرن مع اخوتها ده شكل بتنجيل بعض مطلع استوى تماما باخد القلب بتاعه ويبهرسه كده بشوكة او لو عندكم هند بلندر ممكن برضو تستخدموه حطيت رشة من الملح قليلة ومعلقة من الخل والبهارات المتاحة عندكم ولكن البتنجيل بيحب اهم حاجة الكمون والبابريكا وحطيت معاهم سوس اللمون حطيت قطع من الفلفل وطبعا دي اختيارية ولكن انا بحب طعمها زي ما هو كده في طبق التحذير طلعت السمكة بتاعتي ورصيت جنبها الخضار اللي احنا عملناه طبعا كل ده كان في الفرن مع بعضه فطلعته مرة آآ واحدة وطبعا لازم ترعوا السمكة لان هي ما بتاخدش وقت ممكن تاخد بالزبط عشرين دقيقة ما بتاخدش اي وقت خالص حضرت طبق البتنجيل وشوية من الجرجير وجبت مكعب صغير من الزبدة وليس المرجرين الزبدة الطبيعي مصدر للدهون الصحية الجميلة المفيدة حطيتها على آآ السمكة هي حتسيح بقى دلوقتي مع درجة حرارة السمكة بتدي طريان للسمكة وطعم للسمكة فضيع ودي التجاجات اللي بيعملوها في المطاعم شايفين شكل الطبق عامل ازاي نصط طبق خضار مشكل استخدمت نسبة من النشويات الصحية عن طريق البطاطس استخدمت البروتين كان في السمك وزودت كمان قمت الخضار بالجرجير واستخدمت صلاتة البتنجان اللي فيها نسبة كبيرة كمان من الحديد الوجبة دي مشبعة جدا جدا يعني تاكل الخضار بالوجبة هتحسوا نفسكم ان انتوا واكلين آآ وهتشبعوا يعني من الوجبة دي جدا خاصة الجرجير ده بيدي كمية الياف كبيرة في المعدة وهيشبعكم تمام التمام شايفين شكل السمكة من جوة مستوي وطاري وجميل الريحة بتاعت الوجبة دي كانت في البيت كله انا كنت عاملة الوجبة دي ليا وكنت عاملة اكل تاني لهم في البيت ولكن اتخانقوا معي على السمكة لان كان طعمها رائع جدا بشوية البهارات والاضافات اللي احنا عملناها وبطاطة اصطرية وصحية آآ معمولة بطريقة صحية وجميلة احب اعرف اي وجبة عجبتكم اي وجبة هتحضروها وبعد ما تحضروها تصوروها وتبعدوها لي على يوم يوم هلسي ما تنسوش فولو على يوم يوم هلسي ما تنسوش برضو لايك للفيديو وباي باي